ابناء الثلاث وطالبات التعليم الفني اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من مادة المؤيسات للصف الثالث شعبة الملابس الجاهزة وحشتون يا شباب عاملين ايه واخبار المذاكرة شدين حالنا ولا بنتكاسل لا 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 انا ما بحبش الكسل وما بحبش ان احنا نكبر الجمجومة زي ما بتقولوا او نكبر الدماغ المصطلح ده ما بينفعش في حياتنا بالعكس احنا دايما لازم ناخد كل حاجة باهتمام وبعناية ونكون مدققين في كل شيء يعني ايه مدققين في كل شيء انا لازم ادي كومنت بتاعي ده الاول عفوا علشان لازم الفت نظركم لحاجات مهمة اوي اوي يعني ايه مدققين في حياتنا يعني لازم نكون مهتمين بواجباتنا اللي لازم نعملها وفي نفس الوقت دايما انتو بيهمكو حقوقكو تاخدوها كلها يا بابا هات يا ماما عملي نروح ونيجي وناكل ونشوف ونلبس ونتدلع ربنا يفرحكم دايما الا ان داي لازم كمان ان احنا تعملوا لازم تعملوا واجباتكم كلها يعني ايه تعملوا واجباتكم يعني كل اللي مطلوب منكم لازم تقدوه على اكمل وجه لان ربنا اولا شايفنا وبيحسبنا على الوقت اللي احنا بنضيعه الوقت ده ربنا هيحسبنا عليه هل احنا اردناه فيه وصلينا وصمنا واردنا ربنا هل احنا ساعدنا المحتاج وساعدنا بابا وماما الاول هل احنا عملنا واجباتنا ومذاكرتنا كل دي حاجات مطلوبة من حضراتكم كل ده لازم تعملوه ما تقولوش فيه اخوي الاصغر اختي الاكبر معرفش في مين في مين لا لازم نمد ايد المساعدة علشان نبقى دايما ناس متعاونين ومحبين لكل اللي حوالينا ليه في النهاية الكلام ده كله ليه علشان ربنا يكرمنا ويوقف معانا في حياتنا وفي مستقبلنا وفي مذاكرتنا تمام زي ما احنا لينا حقوق علينا واجبات طيب ايه واجبات حضراتكم بالنسبة لمادة المؤيسات اللي احنا كنا قيلينه من اول حلقة اخدناها في اول السنة ان انتوا لازم يوميا اي يوم او يوم لا مش هزعلكو نحل مسألة مؤيسات مش كنا قلنا الكلام ده انا بزعل قوي على فكرة من اللي بيتطنش حبش تطنشو حب ان انتوا تهتموا عشان مستقبلكو لان كسرة الحل في مسائل المؤيسات بتخليكم متمكنين وشاطرين وبتفهموا اي مسألة تيجي وتعرفوا تلقطوها وهي ايه وهي تايرة وانتوا بتقروا المسألة تعرفوا ايه اللي فيها عشان كده هناخد النهاردة مسائل جديدة من اللي موجودة عندنا في كتابنا احنا مش بنجيبلكو زي سنوية عامة كتب خارجية ومسائل وافكار ايه الافكار مستنبطة ومستوحاة من نفس الكتاب بتاعنا عشان كده لازم نحل كل مسائل الكتاب ياريت الوقت يسعفنا ان احنا نحل كل مسائل الكتاب لكن انتوا عارفين ان احنا نتقابل حلقة بتبقى صغنطوطة كده نحل فيها مسألة او اتنين او تلاتة بالكتير والوقت طبعا بينتهي بسرعة معاكم عشان كده انتوا بعد ما الحلقة تخلص لازم تحلوا نفس التمرين اللي احنا حلناها سوا علشان نثبت المعلومة واناكدها ده اولا وفي نفس الوقت علشان تتمرنوا وتتدربوا لمسائل اخرى جديدة التمرين على حل المسائل الكتير في عملية الحل هنشوف النهاردة هناخد مسألة صريفة مسألة صغنطوطة خالص في الاول نسخن بيها زي ما بنقول وبعدين هنشوف ايه اللي هناخده مع بعض هناخد مسألة النهاردة على الاجور المسألة بتاعتنا هتكون رقم تلاتة وعشرين صفحة مية اتنين وعشرين كله يجيب الكتاب انا هو مستنياكم كله جاب الكتاب معايا علشان تشوفوا المسألة ونقراها سوا ونخلي بالنال ان ممكن يبقى في بعض التعديل في المسائل اللي موجودة هنا التعديل ده بيضيف معلومة مهمة للتمرين وللمسألة وبيخليني افهمها بشكل افضل لو هو في تعديل التمرين بتاعنا بيقول ايه نشوف سوا مع بعض اللي معهوش كتاب يبص معنا في الشاشة ويتابع وياريت دايما بنقول كشكول معانا علشان نكتب كل الملاحظات اللي احنا بنقولها طلب عميل من مصنع عمل كمية من الكرفتات عددها 900 كرفت مقسمة على اربعة الوان اه التسعمية هو هيقسمهم لاربع الوان بس عملية التقسيم دي انا يمكن بركز شوية على جزئية بتاعت النسب لانها احيانا بتبقى بالنسبة لكم غريبة وشزة فالغريب ده لازم نفهمه عشان لا ربما يجيلي في الامتحان ابقى انا عارف وملمي بيه وماقولش يا خبر اول مرة شوفو بتضحكوش علي عشان كده لازم نشوف التمرين بتاعتنا ونشوف الافكار اللي موجودة فهي انا قال لي ان التسعمية كرفتة دول هيقسمهم على اربع الوان بنسبة طبعا احنا عارفين ان فيه الوان بتبقى عليها طلب كتير اوي اوي الالوان اللي عليها طلب بيخلي كميتها اكتر والالوان اللي ها نص النص بيخليه الطلب اقل فيه الوان بتبقى بعض الناس لها ازواء مختلفة فبتاخد كرفتة اتنين ثلاثة عشان كده يخليها اقل نسبة زي ما احنا دلوقتي احنا بنشوف كلنا في الافراح ربنا يفرح قلوبكم كلكم ابص الاقي مثلا سي العريس او اصحابه لابسين نفس لون الكرفتة الاقيه لون بنك لون موف لون ايه الوان ايه ده الوان غريبة فيه حد يلبس كرفتك اه عادي فيه موضة وجميلة وبتتناسب مثلا مع لون فستان العروسة او الخطيبة فببص الاقي بيعمله نوع من الايه من الكنتراست في الالوان فيعمل نوع من الجمال والربط ويخلي الدنيا شكلها الاز عشان كده بعض الالوان دي بتبقى قليلة شوي مش عليها طلب كتير في حين لون تاني مثلا زي الاوان السيادية لون اسود ابص الاقي لا لازم اعمل منه اكبر كمية ليه بيبقى الطلب عليه مناسب في اوقات كتير جدا جدا سواء لحالات الواجبات او في ممكن في انترفيو فانا بلاقي ان الشاب بلابس الكرفت بيبقى صمرة طب تبقى مناسبة اكتر من الوان تاني اللون النيبيتي بيبقى عليه طلب كتير جدا الكل بيحبوا برضو فبنخلي ان كمية اللون ده بتكون عددها اكتر من الوان اخرى بيكون عليها الطلب اقل هنشوف سواء مسألتنا بتكمل بتقولين ايه قاليني 900 كرفت دي مقسمة على اربع الوان بالنسبة واحد لاثنين لثلاثة لاربع حسب القياسات الاتية وهنا كله يركز ايه ده ايه ده قال لي ايه قال لي قبل التشغيل المقاسات اللي انت مدهاني قبل التشغيل شباب انتو فاكرين يعني ايه كلمة قبل التشغيل ولا نسيته ده انا ازعل قوي ازعل قوي لو انتو مش فاكرين يعني ايه معنى كلمة قبل التشغيل وعكسها بعد التشغيل قبل التشغيل لو انتو متذكرين معايا كنا قلنا ان هي ايه قاف فيه يعني فيها خياطات حضرتكم مش هتضيفوا خياطات ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ايه ده ايه مش احنا عملنا لها علامة ووضحنا وفرقنا ببين قبل التشغيل وبعد التشغيل اه فرقنا قلنا قبل التشغيل قاف افتكب نفسي قاف مكانك اوعى تلعب في الارقام اوعى تضيف مسافات خياطة بعد التشغيل به بدون يبقى المقاسات اللي هومي ديهاني بدون خياطات وده قريدي اللي انا متعود عليه وبضيف بقى خياطاتي ومسافاتي وتوسيعاتي وكل حاجة انا عندي في التمرين زي ما انا شايفه فهنا في المسألة بتاعتنا معناها ان انا هستخدم الارقام اللي موجودة عندي زي ما هي بس هامل لها عملية تنظيم وترتيب عشان احل التمرين تمام وابدأ اعمل بعد كده ايه مادم ديني ابعاد لازم ارسم قماش لازم اعمل رسم تخطيتي حبيبي انا بركز وبأكد وبشرح لكم الكلمات دي التمرين هو كله سطرين لكن فهم التمرين هو اللي مهم عشان كده ده اللي انا باخد فيه وقت لما انا بفهمه بعرف احل صح عشان كده معلش بتتضيقوش من الكلام اللي بقولو او ان انا بعيد بعض المصطلحات لان في الاعادة افادة دي اولا وثانيا عشان بعضكم انا عارفة ممكن يكون مش موظف في ان هو يحضر او يحل فيبقى المعلومات كلها انا بجمعها لك وبجمعها لك في ايه في نفس الحلقة اللي بتحضروها نشوف باقي التمرين بتاعنا فقال لي هنا ايه ان القياسات الاتية دي قبل التشغيل ماشي يعني طول الكارفات 110 انا مش هضف له خياطات خلاص هو ده عرض الكارفات 35 انا مش هضف له خياطات قبل التشغيل هقف مكاني مش هضيف حاجة قال لي ومنفذة من قماش عرض 110 سمع حد اروبة وبيقول لي ايوه ايوه حلو خالص عرض القماش 110 وطول الكارفات 110 فحط الكارفات مناسبة لعرض القماش هقول لها نو انتي كده اروبة بس مش صح ليه اصلي ده انا طول الكارفات الطول لازم يمشي مع طول القماش ما تنسوش اتجاه النسيق ما ننساش ونتغافل البند اللي بيقول لي اتجاه النسيق لما يكون حاجة اتجاه نسيق طولي لو سمحت حطها نسيق طولي الكلام ده في المؤيسات وفي ايه في رسم البطرون لان احنا قلنا المادتين دول ما لهم مشيين في خط متوازي مع بعض الاتنين بيكملوا بعض قطر يمفع يمشي برجل واحدة ما يمفعش هو رجلين الاتنين شايلين ومشيين مع بعض بيكملوا بعض للطريق السليم فالمؤيسات والبطرون اللي اتنين ما لهم اساسيين اللي اتنين بيدعموا بعض في عملية الحل كلمة رسم تخطيطي حضراتكم عشرين هو عبارة عن عملية التعشيق بس احنا في المؤيسات بمبسطها وبننفتزها على هيئة مستطيلات او مربعات مصغرة فمحد يش يجي يقول لي عرض القماش 110 هحط الكارفات كده بالعرض عشان طول الكارفات 110 كرس غلط ما ينفعش عمليا وبطرونست ما ينفعش قمال ايه لازم اخد طول الكارفاتة مع طول القماش لكن هعمل عملية تكرار تكرار للكارفاتة لاني كارفاتة عرضها 35 يبقى القماش عندي عرض 110 ده هيكفي واحدة والتانية والتالتة بس 3 كارفاتة هيطلع منها شريحة مش مشكلة المهم ان انا عندي ايه عرض القماش هيسمح بان هو يديني 3 كارفاتة لكن ما ينفعش اعكس عملية الرسم التخطيطي او التعشيق نكمل ايه المطلوب قال لي المطلوب ايجاد كمية القماش اللازمة لكل لون اه لكل لون قال لي ايوة طب ايه ده المسألة خلصت شفت فاتفوتة ازاي فاتفوتة تيجوا نحل سوا زي ما انتوا عارفين انا بحب شقرها اللي مكتوب لان اللي مكتوب موجود عندنا في الكتاب او حتى لو التبليل مش موجود عندكم في الكتاب انا بحب خديكم تفكروا معايا الخطوات بتمشي ازاي فانا اول حاجة هعملها هنا كده نيجي سوا نكتب مع بعض هقوله ان الكمية المطلوبة قد ايه 900 كارفات ده ترتيب الحل انا بفكر معاك وهسمعكو عايزكم انت اللي تملوني ماشي مش انا هكتب لوحدي بقى وانا كل مرة اكتب انت اللي تملوني الخطوات هنقول ايه فانا اول خطوة عندي هقول ايه ده تب ما دي مالهاش معنا لا اه دي عشان ما عدش كل شوية ارجع لورقة الامتحان او ارجع للتمرين فبخلي الارقام بتاعتي النصب عينية وامامي في ورقة في الحل هنقول هنا كده سوا مع بعض يا شباب الكمية المطلوبة كام يا حبيبي 900 كارفات طيب قال لي 900 دي مقسمة ايه قال لي مقسمة بنسبة النسبة انا لازم اقولها برضو علشان اخلي ايه مخي يربط اهو بنسبة مقسمة على اربع مقسات عارفين لو قال لي مقسمة بالتساوي كنت على طول اقسم على اربع لانه اربع مقسات لا هو قال لي مقسمة بالنسبة واحد لاثنين لتلاتة لاربع اللون الاول نسبته قليلة عدد كارفاتات مش كتير والتاني اكتر شوية وهكذا الخطوات هنا اول حاجة بعملها بقول ايه بقول له طيب انا هقول مجموع الاجزاء يبقى دي اول حاجة بتيجي على ذهني لما لاقي نسبة ان اقول مجموع الاجزاء وابدأ اجمع واحد زائد اتنين زائد تلات زائد اربع هيساوي معي عشر اجزاء كأني انا هنا كده 900 دول هقسمهم على عشر اجزاء علشان اعرف نصيب الجزء الواحد اضرب بقى اللي واخد جزئين واللي واخد تلاتة واللي واخد اربعة كل واحد اضربه في النصيب بتاعه زي يا ولاد لما قلنا قبل كده المثل اللي بنقوله اني مثلا واحد وليكن مثلا توافقه كده لقبر الله فبنقول ايه الولد نصيبه مثل حظ الانسيين فلو هو عنده بنت بتاخد جزء الولد بياخد ضعفها افرض عنده بنتين وولد هنقول يبقى بنت واحد الى واحد الى اتنين ايه ده اه يبقى انا كأنه هو عنده بنتين كل واحدة بتاخد جزء جزء او نصيب نصيب والولد بياخد نصيبين في الحالة دي طبعا انا لما اجي اسم لهم الحاجات بتاعتهم هقول لي ايه انا هجمع واحد بلاس واحد بلاس اتنين يبقى ايه ده كأنه بعتبر كأنه عنده اربع بنات ولما اعرف نصيب البنت الوحدة قد ايه هضرب في اتنين يديني نصيب الولد هي نفس الفكرة هنا ان انا بجمع الاجزاء بتاعتي كلها اعرف هم قد ايه الاجزاء دي وبعدين ابقى ايه ابقى اضرب كل نوع او كل لون في النصيب بتاعه واخد قد ايه هنيجي هنا كده هقوله طيب مش انا عرفت مجموعة الاجزاء هقوله نصيب كل جز هو ده الفكرة بتاعتي اللي في المسألة بعد كده بتبقى المسألة بسيطة نصيب كل جز هاخد التسعمائة كرفات اقسمها على العشر اجزاء هيطلع لتسعين كرفات دايما نتعوده لما بتحسبه حاجة اكتبه التمييز الخارجي ايه ده خلاص كده انا عرفت نصيب كل جز فهقوله عدد كرفتات اللون الاول هيبقى قد ايه اللون الاول نصيبه واحد يبقى فيه واحد هيبقى ايكوال تسعين كرفات هقوله عدد كرفتات اللون الثاني اللون الثاني هياخد ايه اللي هياخد جزئين اهم يبقى فيه اتنين هيبقى مية وتمانين كرفات عدد كرفتات اللون الثالث هيطلع معايا ايه ادي التسعين لون الثالث واخد قد ايه قال لي واخد تلات اجزاء يبقى فيه تلاتة هيطلع معايا متين وسبعين كرفت عدد كرفتات اللون الرابع هياخد التسعين اضربها فاربعة يطلع لي تلتمية وستين على فكرة لو حبيتوا يا ولد تتأكدوا ان خطواتكم سليمة على الكالكوليتر على طول وجمعه تسعين بلاس مية وتمانين بلاس ميتين وتمانين بلاس مية وستين هيديكم هي التسعمين يبقى انا كده ماشي خطواتي كلها سليمة طب ايه ده بس هو لما طلب مني طلب مني ايجاد كمية القماش لكل لون يا خبرة بيض كمية القماش لكل لون طب ايه ده ما انا لازم في الحال دي اعمل رسم تخطيتي حاضر نيجي سوا كده وروح عاملين ايه نعمل الرسم التخطيتي حاضر اهو هاجي القماش عرضه كام قالي القماش عرضه مية وعشة وانا لازم ارسم ما هو ما قال ليش ارسم انا برسم لنفسي عشان احل مسألتي صح فانا هاجي هنا كده واروح رسم عرض القماش قلنا بنرسم القماش بتاعنا بنقياس رسم واحد لعشرين عشان يبقى مصغر في الكشكول او في الكراسة وبنزل بيه كده بالطول ماشي طول غير محدد واكتب عليه ان العرض قد ايه عرض القماش مية وعشرة سنتي وهبدأ اشوف الكربطة بتاعتي اه لازم اقول له الابعاد ما انتي قلتي ان هو لما اداني المقاسات قال انها قبل التشغيل اتمنى حضراتكو تكتبوا الملاحظة دي النوتس دي كتبوها عندكو يعني ايه قبل التشغيل قبل التشغيل معناها ان المقاسات بتاعتي فيها خياطات مين قال لي المقاسات فيها خياطات يعني لا يضاف خياطات يعني انا مش هضيف خياطات في التمرين بتاعي اوكي خلاص يبقى انا على طول هقول له عرض الكربطة بيساوي كام كان معطى خمسة وثلاثين سنتي مش هضيف لها حاجة خالص وهقول له كمان طول الكربطة قد ايه قال لي مية وعشرة سنتي حاضر هعمل رسم وهبدأ وزع عرض الكربطة ادي خمسة وثلاثين وادي خمسة وثلاثين بقسمها على العشرين على القلال حزبة محدش يعمل لي فيها شاطر وفريكيكو والحل اللي مش صح لو سمحتو والطول طوله مية وعشرة برضو هقسمه على ايه على العشرين هيطلع معايا خمسة سنتي ونص واجي هنا كده روح قافل الكربطات بتاعتي ادي واحدة التانية انا كله ده ايه بوزع واحدة لقيت القماش كتير وزعت التانية لقيت القماش كتير وزعت التالتة وكمان زاد معايا شريحة صغيرة قلتلكم لو حطيت الكربطة كده ده غلط كروس ماينفعش وهاجي هنا واقول له ان الطول اللي انا استخدمته مية وعشرة سنتي ادي كربطة اتنين ثلاثة وده عبارة عن نسبة عادم بسيطة ايه ده ايه ده اه من الرسم بيقول لي ايه من الرسم ان كل مية وعشرة سنتي طول بتعطي قد ايه يا شباب بتعطي ثلاثة كربطات حلو جدا طب انا عاوز كام كربطة هتقول لي ده انت عايزة تسعمية لا معلاش هنا واقول لك استم محدش يقول لي انا عايز تسعمية انت فاكرين الطلب هايز اسمع الناس ملك كده لكل لون لكل لون طب ما احنا قلنا اللون الاول عاوز تسعين كربطة بس التاني عاوز مية وتمانين التالت تديني سبعين الرابع عاوز تلتمية وستين يبقى اصلا انا لازم اعرف كمية القماش للون الاول او للجزء الاول لو انا عرفت للجزء الاول قد ايه اللي هو قمته تسعين في الحالة دي انا اضرب في اتنين وثلاثة واربعة يطلع لي الباقي يبقى انا لازم اعرف الجزء الواحد منهم بياخد قماش قد ايه اللي هم تسعين كربطة اللي احنا كنا حزبنا فهنيجي هنا كده ونشوف مسألتنا وبيقول لي كل مية وعشرة سنتي بتعطي ثلاث كربطات بصوا بقى انا اللي اللي انا عايز اعرفه عايز اعرف كمية القماش فيبقى حط سح نحط علامة استفهام تمام ادي اهي علامة الاستفهام انا عايز اعرف مين تا هو ده اللي انا عايز اعرفه واللي معطى عندي اللي هو تسعين كربط يبقى كام سنتي ممكن تديني التسعين كربط روح عامل علامة المعص هلقى نفسي بدرب الرقمين اللي معروفين دولا اللي ما قدام عيني في بعض واقسم على الرقم الثالث واقول له هنا كده ان الخطوة دي بسميها ايه بقول له اني كمية القماش للجزء الواحد بتساوي هدرب قلت مية وعشرة في تسعين على التلاتة خلي بالكم كمية قلهماش هنا هتطلع يا خبر هتطلع بالسنتي ايه ده ده تسعين كربط طب حالها هتطلعهم بالسنتي الرجل هيدرابني بعد الشغية لو انا جيت طبعا اختصرت هيتطلع لي هنا تلاتين هدرب التلاتين في مية وعشرة هيتطلع لي تلات تلاف تلتمية تلات تلاف وتلتمية ايه سنتي الرجل هيدرابني انا هممكن اقوله عايزة تلات تلاف وتلتمية سنتي هقوله نو لازم اعمل ايه هنا يا شباب هاجي هنا واقوله ان كمية هنكمل لسه فاضل حتة صغنطوط عشان نخلص المسألة بتاعتنا اللي هي ايه هقوله يبقى عدد امطار اللون الاول عدد امطار او كمية القماش ممكن اقوله يبقى كمية القماش للون الاول هتساوي كم يا شباب مش هو قالي ان هي تلات تلاف وتلتمية سنتي لازم على طول اقسمها على المية ليه بقسم على المية عشان انا بقول سنتي استرس على سنتي يبقى انا لازم احول السنتي المتر عشان احول للمتر بعمل ايه معايا هنا كده لازم اقسم على المية اهي لازم اقسم على مية فهلاقيها بتساوي تلاتة وتلاتين متر قماش ده عدد امطار اللون الاول او ممكن اقول عليه الجزء الواحد الجزء الواحد هيبقى محتاج قد ايه امطار تلاتة وتلاتين لو باتكلم بقى على كمية القماش لللون الاول هيبقى تلاتة وتلاتين متر في اللون الاول نصيبه واحد يبقى هيساوي كام 33 متر هقل له هكرر بقى كمية القماش للون الثاني هلاقيها بتساوي 33 في 2 هيبقى 66 ولازم اقول له ان ده متر بعدها كمية القماش للون الثالث هاخد 33 في 3 هيطلع لي 99 متر شايفين المسألة يبقى انا لما بردت بتفكير يا ولاد بعمل ايه بعرف حل المسألة صح هلاقيها بتطلع لي 132 متر قماش وهو المطلوب اثباته يبقى انا كده حلت التمرين بتاعي وحسبت اللي هو عايزه كمية القماش لكل لون على حدة عشان يعرف هو هيشتري كم متر من اللون ده وكم متر من اللون ده وهكذا طبعا اتمنى التمرين يكون عجبنا وحلو وسهل زي ايه زي باقي التمرين اللي احنا دايما في الحلها خدوا نفس عميقة وانت شوف تمرين تاني ناخد تمرين تاني مع بعض صفحة 124 تمرين الاول صفحة كام 124 نفتح الكتاب سوا مع بعض ونشوفه بيقول لنا ايه هذا التمرين بيقول لي هنا طلبة احد المحلات من مصنع ملابس جهزة تشغيل 120 زي مدرسي بسلاسة مقاسات وكانت نسبة المقاس الاول ده ايه ده ايه ده تاني مقاسات تاني نسب تاني هنقسم بنسبة واحد لاثنين لتلاتة ازي ده مقاسات مختلفة المقاس انا بصي انا بقى المراتي بقى شاكلم انتو لها تملوني اوكي عشان انا رغيت كتير يبقى انا هنا كده قال لي المقاسات هتتقسم بالنسبة واحد لاثنين لتلاتة ويتم التنفيذ على اساس سلاس خطوط انتاج المسألة دي فيها فكرة شوية مختلفة بعد جزء النسب بدخل على خطوط التشغيل والانتاج قال لي الخط الاول مكون من عاملتين الاجر اليومي للعاملة الاولى 15 جنيه والسانية 20 جنيه الخط التاني مكون من عاملتين ايضا الاولى اجرها 20 جنيه والتانية اجرها 22 جنيه الخط التالت مكون من ثلاثة عاملات الاجر اليومي للأولى 22 جنيه والتانية 25 جنيه والثالثة 28 جنيه قال لي القدرة الانتاجية للخط الاول 10 قطع يعني ايه القدرة الانتاجية يعني انتاج الخط الاول في اليوم 10 قطع الخط الاول بيطلع لي 10 قطع الخط التاني بيطلع لي 10 برضو الخط التالت قال لي لا ده انا اكبر شوية فأنا بطلع 15 قطعة في اليوم الواحد خلي بالكم القدرة الانتاجية أو انتاج الخط في اليوم ده بيساعدني أن أنا أعرف أحسب المدة أوكي؟ سمعيني ولا مش پر حد يسرح بقول إيه؟ يبقى الجزئية بتاعة القدرة الانتاجية أو انتاج المصنع في اليوم أو انتاج الخط في اليوم بيوصلني لسهولة حساب المدة بعد كده بيكمل معاه التمرين بيقول لي ايه علما بأن الزي من المقاس الأول يحتاج إلى 2 متر قماش شكرا هو عمل الرسم التخطيطي وحسب كمية القماش للزي الأول 2 متر والتاني أو المقاس التاني عايز 2 متر ونص والمقاس التالت محتاج 3 متر قال لي وذلك من قماش قطن سعر المتر 5 جميع ويحتاج كل زي 6 أزرار طبعا نفس مدرسة ففيه أزرار وقال لي سمن الدستة 2 جنيه وبسرعة سمع أصحابي الدستة بيقولولي ايه 12 قطعة تمام يبقى أنا عاند أول ما يجيلي كلمة الدستة على طول تيجي في ذهني أن الدستة 12 قطعة يستهلك كمان كل 10 قطع 5 بقرات جه على البكر وقال لي كل 10 قطع بتستهلك 5 بقرات خيط سمن البقرة 5 جنيهات والمصنع به عدد واحد ماكينة عراوي قدرتها الانتاجية تاني داني نفس المصطلح قدرتها الانتاجية يعني انتجها يعني المكنة دي في اليوم لا 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 دا قال لي في الساعة بتنتج 10 قطع المكنة العراوي في الساعة الوحدة بتخلص لي 10 قطع تنتجهم قال لي وتقوم بتشغيلها عاملة العاملة دي اجرها اليومي 10 جنيه وعدد ساعات العمل في اليوم ساعات ايه دا يعني هو بيقول لي ان مكنة دي بتطلع في الساعة 10 قطع بس كأنها لما بيقول لي عدد ساعات العمل بيقول لي ان هي في اليوم شغلين 6 ساعات يبقى انا لازم اضرب الست ساعات دولة في العشر قطع يبقى انتاج مكنة العراوي في اليوم قد ايه يا شاطرين ايوة سامعاكم بتقول لي 60 قطعة شايفين الخطوات متركبة فوق بعض ازاي لو انا ما خدتش بالي من جزئية هتبوز معايا باقي التمرين ويتم القص للكمية كلها في سلاسة ايام ريحني هيقص الاول في ثلاثة ايام وبعدين يبدأ الشغل قال لي واجر عاملة القص في اليوم الواحد 15 جنيه المطلوب اول حاجة ايجاد كميات الخامات المستخدمة واسمنها يعني ابحسب الابعاد هو حسب الابعاد فبحسب كميات الخامات من ازرار وخيط واذا كان في حاجة تانية وكمان الاسعار بتاعتها وعاوز ايه تاني قال لي كمان ايجار جملة ايجاد سوري جملة الاجور هشوف الاجور بتاعتي بتاعة الخطوط احنا قلنا عندنا تلات خطوط وليهم فيلم هندي جديد يمكن اول مرة يمر علينا اسلوب التمرين ده جملة التكاليف للكمية كلها لازم احسبها وقلت لكم جملة التكاليف بتساوي جملة الاسمان او الخامات زاد جملة الاجور يبقى التكاليف عبارة عن خامات واجور بعد كده كمان عاوز يوصل لثمن بيع الكمية بعد اضافة 20% مصاريف وارباح وبعدين يعرف ثمن بيع الزي الواحد ثمن بيع الزي ده هيجي امتى بعد محسب الارباح بقسم كل اللي انا صرفته ونسبة الفوائد والارباح اللي انا هاخدها واقسمها على عدد القطع الموجودة يديني ايه يديني ثمن بيع القطع نشوف التمرين سوا مع بعض بيقول لنا ايه ونحله سوا زي ما احنا خدنا دلوقتي ورتبنا ذهننا على طول هو بيقول لي ايه مجموع الاجزاء لأ اقول لكم الاول انا لازم اعرف هو عاوز قد ايه ملاحظة الاولى ان انا هاجي هنا في اول خطوة واقول له الكمية هنحل سوا زي ما متعودين مناش داعوا باللي مكتوب علشان ايه مخنا يرتب الخطوات هقول الكمية المطلوبة قد ايه يا شباب اللي مية وعشرين زي ماشي المية وعشرين زي دول ما لهم اللي مقسمة بنسبة مقسمة بنسبة كام واحد لاثنين لتلاتة اه على كام على ثلاث نقاسات يبقى انا هاجي هنا اعمل ايه على طول اقول له مجموع الاجزاء هاخد واحد بلاس اتنين هيبقى ايكوال كام ست اجزاء الست اجزاء دولة لازم اعرف نصيب الجزء الواحد نصيب الجزء الواحد يعني ايه يعني انا هاخد المية وعشرين دي اقسمها على الست بنات هيطلع لي نصيب البنوتة الواحدة عشرين زي خلاص هشوف هي الاولى بنت هديها في واحد التاني ولد هضربه في اتنين التالت كانت ماما هضربها في تلاتة يبقى انا هنا كده ايه المقاس الاول يبقى عشرين في واحد يبقى دي عشرين زي هقول له عدد قطع المقاس الثاني يبقى عشرين في كام في اتنين هيطلع لي أربعين زي عدد قطع المقاس الثالث يبقى عشرين في تلاتة هيطلع لي الستين زي انا بكده عرفت ايه عرفت عدد القطع لكل مقاس طيب بس هو كان عاوز كمان كمية القماش وما له هقول له هنا يبقى كمية القماش للمقاس الاول المقاس الاول كم زي اهو قال لي عشرين زي بس هو قال لي ملاحظة صغيرة وهو بيدين المعطيات قال لي ان المقاس الاول ده صغير وانا عملتله رسم تخطيتي ومحتاج مني اتنين متر فانا بضرب العشرين زي في اللي اتنين متر بيبقى انا محتاج اربعين متر قماش للمقاس الاول وهكمل التلات مقاسات يبقى كمية القماش للمقاس الثاني المقاس الثاني كم قطعة قال لي لا 40 قطعة والمقاس التاني اكبر من الاولاني فقال لي انه محتاج 2 متر ونص فهيطلع قد ايه قال لي 100 متر وهقول له بعدها كمية القماش للمقاس الثالث المقاس الثالث 60 زي والزي الواحد محتاج مني 3 متر هلاقيها بتساوي 180 متر قماش ياه كل ده كمية قماش ايوة بس انا عايز احسب جملة هذه الكميات القماش ده انا لازم احسبه كله فانا هاجي هنا كده زي الشاطر وقول له طب تعال هنحسب سوا هنحسب ايه هحسب كمية القماش للكمية كلها هجمة المقاس الاول 40 متر زائد المقاس التاني 100 متر زائد المقاس التالت 180 متر هيطلع لي اجمالي القماش 320 متر قماش قال لي المتر بكام قال لي المتر على طول الجزئية اللي احسب كميتها احسب ثمنها فهاجي هنا واقول له يبقى ثمن القماش للكمية هم 320 متر والمتر بخمسة جنيه يبقى انا هاوصل هنا ان القماش كله هيكلفني 1600 جنيه فلوس فلوس الحقه ديكو زمان ما حسبتوش فلوس اروح هتطها في دايرة او مستطيل او في الحصالة بتاعتنا علشان لما اوصل للأسمان بتاعتي كلها اقدر اجمعها بسهولة بعد كده قال لي ايه قال لي فيه زراير هقول له حاضر هحسب كمية الازرار الزراير انا عندي كم قطعة عندي 120 قطعة القطعة محتاجة كم زرار محتاجة 6 ازرار روح انا ضارب 120 في 6 هيطلع لي 720 زرار يا خبر كل ده هروح لراجل هيعدل لي 720 زرار ده هيضربني بالعلبة يقول ليش يا عد انت من هنا انا هعدل لك الكلام ده قال لي لا 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 احنا بنعمل ايه في الحالات دي قال لي هو بديني علبة العلبة فيها قد ايه ده هو قال لي الدستة الدستة بكام قال لي الدستة ب2 جنيه هقول له حاضر يبقى انا هحسب عدد الدستة للازرار انا عارف ان هما 720 زرار بس قال لي الدستة انا حافظ على طول ان هي 12 قطعة اسمت على ال 12 ليه عشان احولها للدستة سامحين سامحين عشان احولها للدستة او حد يكون سمعنا غيركم يبقى انا هقسم عليه 12 هيطلع معايا 60 دستة او في الحالة دي الراجل هيمسك كده الدستة بتاعته او العلب يعدلي 60 قطعة مفيش مانع يديهمني الدستة بكام قال لي الدستة ب2 جنيه هقول له حاضر يبقى سمن الازرار بيساوي هاخد ال 60 دستة في 2 جنيه هيطلع معايا 120 جنيه فلوس شالها فلحصالها خلي بالك بعد كده قال لي في بكر بكر حاضر هقول له يبقى كمية البكر قال لي ايه على البكر قال لي حاجة كده يمكن غريبة شوية ولا مرت علينا لا مرت علينا بس بقى أبسط شوية في العادي احيانا يقول لي ايه ازي محتاج بكر يبقى انا هضرب عدد القطع في واحد لا المرات يقال لي ايه كل عشر قطع محتاجين خمس بكرات يبقى انا بص لما أسم أسم حاجات متساوية مع بعض أنواع زي بعض أسمها على بعض حاضر فهنا بيقول لي كل عشر قطع بتحتاج خمس بكرات روح انا واخد المية وعشرين أسمهم على العشرة عشان اللي اتنين دول زي بعض ما ينفعش أسم برطقان على ايه على على موز ما ينفعش قال لي لا هم قطع يبقى أسمهم على القطع بتاعتي فانا هاجي هنا كده وهعمل شرط تكسر ليه قال لي هشوف القطع بتاعتي هم كام قال لي هم اجمال يوم مية وعشرين فروح انا قاسم المية وعشرين دي هو قال لي كل عشرة روح انا قاسم على العشرة محتاجين كم بقى قال لي محتاجين خمسة روح انا اضارف في الخمسة يبقى هنا دول نوع واحد المية وعشرين قطعة محتاجين بقى سمهم على العشرة محتاجين خمس بقرات فروح انا اضارف في الخمسة فهيطلع لي كمية البكر ستين بقرة بعدها هقول له يبقى انا هحسب ثمن البكر هم ستين بقرة والبقرة الواحدة بخمسة جنيه هيطلع معايا البكر بتلتمية جنيه وارح اشغيلهم في المستطيل بتاعي ايه ده انا كده بصوا عيني عملت ايه مش هحتاج اصلا ادور تخيلوا لو انا مش حتى الدوائر دي هلاقي نفس الدنيا تايها عندي مش شيسا حاجة اقعد بقى اشوف هو فين التمن دي كمية لا ده اه هو ده ايه فين الكمية فين التمن لا مش هعمل كده مش هقعد اعمل عملية بحث معلش انا يمكن بعودكم على نظام في الحل بيسهل علينا كتير جدا جدا دلوقتي هقوله احسب جملة الاسمان هبدأ اجمع الفلوس كلها مع بعض هيساوي هنا جملة الاسمان 2020 جنيه هي دي اللي انا محتاجها دي جملة الاسمان هبدأ ادخل على بند الاجور يا شطرين الاجور بقى فيها حطة فكرة انه هو بدأ يقول لي انا عندي ثلاث خطوط والخط الاول فيه عملتين والتاني فيه عملتين والتالتي ثلاث عاملات وكل خط وكل واحدة عاملة اجريها قد ايه هقول له حاضر والخط بينتج كم قطعة في اليوم وفيه ما كانت عراوي بدأ يدخلني في جزئية طويلة شوية نبدأ نشوف مع بعض ايه اللي هنعمله بالنسبة للاجور لازم اقول له عنوان جانبي الاجور حاضر ادي اهو الاجور ونبدأ نشوف الخط الاول فيه كام عاملة قال لي فيه عاملتين فانا هاجي هنا كده واقول له على طول يا شباب انا هحسب المدة انت الخط بينتج كم قطعة في الساعة او في اليوم قال لي الخط بينتج عشر قطع عشرة قال لي ايوه هقول له هنا حاضر يبقى انا هتكلم على كل خط بخليه المقاس فانا هاجي هنا كده بالنسبة للخط الاول انا هحسب عدد ايام الانتاج للخط الاول الخط الاول هيبقى للمقاس الاول المقاس الاول عاوزة كم قطعة عايزة عشرين قطعة وهو بينتج في اليوم قد ايه قال لي بينتج عشرة فهيبقى انا محتاجة اتنين يوم لانتاج الخط الاول خلاص الخط الاول شغال يومين هشوف العاملات بتاعته هاجي هنا واقول له اجر العاملة الاولى العاملة الاولى هتاخد كامل هتاخد 15 جنيه طب هي شغالة كم يوم شغالة يومين في اتنين هيبقى بتساوي 30 جنيه ورح تطعف الحصالة وهبدأ احسب اللي بعدها هيبقى اجر العاملة الثانية خلي بالكم ده الكلام ده للخط الاول كل خط بحسبه الوحده العاملة التانية بتاخد قد ايه قال لي بتاخد 20 جنيه وشغالة كم يوم اتنين يوم ممكن نكتب هنا كلمة يوم ده ليكم عشان تفتكروا وانتوا بتحلوا التمرين هيبقى هتاخد مني 40 جنيه ورح تطعف الحصالة بعدها هبدأ اقرر الخطوة دي هقوله عدد ايام الخط الثاني الخط التاني عاوز مني كم قطعة قال لي هيشتغل 40 قطعة انتاجه قد ايه ما هو قال لي انتاجه برضو 10 قطعة فهيطلع معايا 4 ايام يبقى الخط التاني يشغال معايا 4 ايام عشان ينتج لي الكمية اللي موجودة هقوله حاضر انا هحسب اجر العاملة الاولى ده للخط التاني تمام اجرها قد ايه قال لي بتاخد الواحدة 20 جنيه بس هيشغالة 4 ايام فهيبقى محتاجة مني 80 جنيه ورحة تطعف الحصالة هقوله طب احسب اجر العاملة الثانية التانية بتاخد قد ايه قال لي بتاخد 22 جنيه وبرده شغالة 4 ايام يبقى 88 جنيه طيب ده خط الاول والتاني هكرر بالنسبة للخط التالت هقوله حاضر انا هحسب عدد ايام الخط الثالث لو خدتوا لكم الخط التالت محتاج مني كم قطعة محتاج مني 60 قطعة بس هو قال لي انه بينتج كام بينتج 15 قطعة الخط الاول كان بينتج 10 والخط التاني كان بينتج 10 عشان كده انا اسمت على 10 تحددت الايام في الخط التالت انا خط كبير شوية فعشان كده انا بنتج 15 قطعة في اليوم يبقى انا محتاج برضو 4 ايام لانتاج الكمية كده انا ممكن احسب على طول معاكم اجر سوري اجر العاملة الاولى لمين اهو للخط التالت العاملة الاولى بتاخد مني 22 جنيه وشغل اربع ايام هتبقى 88 جنيه واحطها فين في الحصالة واكرر الخط التالية ليها على طول هنا كده واقول له ايه اجر العاملة ايوه الثانية العاملة الثانية اجرها ايه قال لي بتاخد 25 جنيه بس ايه شغل معايا اربع ايام يبقى بتاخد 100 جنيه بعدها قال لي اجر العاملة الثالثة ايه ده ايوه ده خط التالت العمال فيه كتير ماهما ثلاث عمال فقال لي الواحدة بتاخد 28 جنيه وشغل اربع ايام فبتاخد مني 112 جنيه كده انا حفبت كل العاملات سمحتوا تعالوا معايا زي الشطرين كده ونعمل ايه نبدأ نجمع كل الاجور بتاعة العمال هقول له حاضر يبقى جملة اجور العاملات هجمع اهو مين معايا ادي 30 حصلة بقى هتسهل على 30 زي 40 زي 80 زي 88 زي 88 ثاني زي 100 زي 112 ايكوال كل ده بيديني العمال هياخدوا مني 538 جنيه ده كده ايه ده جملة اجور العمال اللي شغلين للخياطة لسه في عندي مكانة العراوي هقول له حاضر هابدأ اشوف انتاج ماكينة العراوي ما الماكينة العراوي فيها ايه قال لي هي بتنتج كل ساعة 10 قطع فانا هاحسب انتاج ماكينة العراوي يا شباب في اليوم في اليوم هلاقيها بتساوي ايه هم كلهم هي شغالة 6 ساعات مش كده ده عدد الساعات شغالة 6 ساعات وبتنتج في الساعة 10 قطع فبتنتج لي 60 قطع هقول له حاضر هاحسب المدة للعراوي او المدة لمكينة العراوي هما 120 قطع هقسمها على 6 هلاقيها بتساوي 2 يوم هقول له طب استنى معايا انا دلوقتي بسرعة هبدأ احسب اجر عاملة العراوي عملت العراوي بتعملي بتاخد 10 جنيه وهي شغالة معايا يومين شكرا يبقى محتاج 20 جنيه اجر العراوي هقول له تعال معايا نحسب اجر الاص في الاص ريحني وقال لي على طول ان انا شغال 3 ايام هقول له يبقى اجر الاص بيساوي انت شغال 3 ايام وقال لي اليوم ب15 جنيه بقى 45 جنيه ودي احطها في الحصالة وبكده انا لازم اجي في الخطوة الاخيرة اجمع كل الاجور عشان احسب جملة الاجور نشوفها سوا مع بعض هنا على الشاشة هما خلاص في خط خطوتين نشوفهم سوا اهي ادي اجر الاص يا شباب احنا كنا حسبناه طلع 45 جنيه وبعدين هقول له جملة الاجور هجمع اجر عاملات التشغيل زائد اجر عاملات العراوي زائد الاص طلع لكام طلع 603 جنيه ده الاجور هقول له طبعا هحسب جملة التكاليف فاكرين القانون بتاع جملة التكاليف بتساوي جملة الاسمان زائد جملة الاجور بجمع الـ 2020 زائد الـ 603 بيطلع لي 2623 جنيه بعدها هقول له طيب انا هحسب التكاليف بالارباح هاخد الـ 2623 اضربها في قال لي الارباح قد ايه 20% يبقى انا بحط اضرب في 120 على 100 بيطلع لي اجمال التكلفة كلها بالارباح بيبقى 3147 جنيه و 6 من عشرة هأسمها على 120 قطعة عشان اطلع سمن بيع الزي الواحد بيطلع معايا الزي قد ايه ثمنه تكلفته وبيعه 26 جنيه و 23 ارش وهو المطلوب اثباته ايه رأيقوا في التمرين ده تمرين جميل وقوي وحلو جدا ومتقسم ولازم انا اردت بزهني واتمنى انتوا تحلوه دلوقتي تاني بعد ما نقفل واتخلص الحلقة لان الوقتي بيجري معاكم في سرعة اتمنى نحل التمرين مع بعض وكل يوم نحل التمرين واتنين علشان ما ننساش مادة المؤيسات وما ننساش الأسس الفنية اتمنى لكم دايما النجاح والتوفيق الباهر وهقول لكم الى اللقاء باي باي هتوحشون